بسم الله الرحمن الرحيم هناك حاجة ماسة للمجتمع بتعديل بعض التشريعات من أوائل هذه التشريعات بوجهة نظري هو القانون رغم 20 الصادر في عام 1981 المتعلق بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية لذلك تقدمت باقتراح بقانون في هذا الشأن باستبدال نص البند الخامس من المادة الأولى لأن هناك حضر على المحكمة الإدارية بنظر نوعية معينة من القضايا ومنها دور العبادة ودور العبادة تشمل هذه الدور بكل ما تعني هذه الممارسة من معنى مساجد، إحسانيات وغيرهم عندما تنص المادة 169 من الدستور تقول ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارسة للقضاء الإدارية، شاملًا ولاية الإلغاء وولاية التعويض أيضًا البند الخامس المشار إليه ينص على أنه لا يجوز تقديم طلبات من الأفراد أو الهيئات للمحكمة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بدور العبادة أي بمعنى إذا كانت هناك بعض الممارسات أو مظلمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أو وزارة الداخلية أو وزارة الأشغال وزارة الإسكان أي وزارة من الوزارات إذا تعنتت بعدم قبول إصدار ترخيص أو أنها قامت بإلغاء ترخيص ولو كان ذلك بدون مبررات معقولة أو أسباب موضوعية في النص الحالي لا يحق للمتضرر أن يلجأ إلى القضاء لإنصافه هذا النص نص معيب هذا النص يحصن القرارات الإدارية التعسفية والظالمة من الرقابة القضائية ويجعلها بمنأة من ولاية الإلغاء وولاية التعويض لذلك هذا البند الخامس يجب أن يلغه لأنه يتعارض مباشرة مع أحكام الدستور الدستور في المادة السابعة ينص على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ولا شك أن الحيلولة دون اللجوء إلى القضاء في مسائل دور العبادة ينتهك النص الدستوري المذكور أيضاً المادة 29 من الدستور تنص على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين وبالتالي فإن حظر اللجوء للقضاء في المسائل المتعلقة بدور العبادة قد ينتوي ببعض التمييز بين المواطنين المادة 166 من الدستور أيضاً تنص على حق التقاضي مكفول ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق المعاهدات الدولية التي وقعتها الحكومة الكويتية أيضاً تنص على حق اللجوء إلى القضاء في مثل ممارسة هذا الحق لذلك تقدمت باقتراح بقانون حتى نفعل النصوص الدستورية وحتى لا يكون هناك أي حيف أو ظلم في مسائل إنشاء وترخيص دور العبادة والحمد لله رب العالمين